في الوقت الذي يكثف فيه المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية جهوده لمحاربة الإرهاب والتطارف في العالم والبحث عن حلول تعيد الأمن والاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط تحديدا بدى واضحا أن الإدارة الأمريكية حريصة على تنسيق ذلك مع السعودية التي يقول متابعون أن واشنطن ورغم التصريحات الصحفية الأخيرة للرئيس الأمريكي باراك أوباما لا تزال تعتبرها الشريكة الأساسي والوحيدة لها في المنطقة لتحقيق ذلك تجلى ذلك فيما نقل عن فحوى الاتصال الذي أجراه وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر بولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان البحث تطرق إلى قضايا أبرزها مواجهة الدور الإيراني في المنطقة والذي أدى إلى تدهور الأوضاع فيها إضافة إلى بحث وتوسيع مجالات التنسيق مع السعودية ودول الخليج حيال القضايا الإقليمية والدولية والعسكرية وتعزيز فرص الاستقرار في المنطقة بما فيها الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب إلى جانب تنسيق الجهود الأمريكية الخليجية من أجل مواجهة تطرف الذي تدعمه بعض الدول في المنطقة هو اتصال إذن يؤكد كثير من المراقبين أنه يبدد مزاعم أطراف مدعومة من إيران باتت تعتبر أن موازين القوى قد مالت لصالحها وحلفائها في المنطقة في معادلة التنسيق الدولي لمكافحة الإرهاب ومواجهة أخطار المنطقة استناداً وبشكل أساسي ربما إلى إنجاز طهران للاتفاق النووي الأخير مع الغرب معادلة لا يبدو أنها صائبة في ظل قناعة مراكز قوى دولية عديدة في الغرب بأن إيران كانت ولا تزال راعياً وممولاً رئيسياً للإرهاب في المنطقة والعالم من خلال شبكاتها وتنظيماتها وخلاياها دعم ما فتأت تتكشف خباياه مؤخراً عبر وثائق القضاء الأمريكي نفسه الذي فضح الشركة بين إيران وتنظيم القاعدة في التخطيط والتنفيذ لإعتداءات الحادي عشر من سبتمبر وألزم إيران بدفع عشرة مليارات دولار تعويضات عن أكبر عملية إرهابية في التاريخ المعاصر رفاه السعد العربية